السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف نور الدين ومرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد بمناسبة عاشرة أحبت أن نقدم لكم أنواع الفقاس مالحكي يأتيوا أكثر من رائعين ولدت بثاف نتمنى أن حلقات اليوم تنا الإعجاب للكم وتجربوهم وإلى عجباتكم لا تنسوش تديروا جميل فيديو اشتركوا في القناة بكثرة باش دائما توصلوا بجديد الوصفات خليوا لي التعلاقات ديركم ووصفة دي اليوم إلى عجباتكم كذلك ما تنسوش تشتركوا في القناة بكثرة باش دائما توصلوا بجديد الوصفات دابرة بركة الله غدين نكروا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير رانخلاليكم كتبوا في خناة الوصف كيمة تعودتوا دائما بالنسبة للمقادير غدين يحتاجوا الفلفل أسود أولى البزار تقريبا واحد المعلقة صغيرة هكاك لدي الفلفل أسود أولى البزار تقريبا اولى البزار ستصلون بكثرة في الفقاس المالح ستحتاجوا لجعل حبة الفرامج معلقة كبيرة ديل بابريكا أو لاتحميره معلقة كبيرة ديل الفلفل الحر المجفف ستحتاجوا كذلك الزيت ستحتاجو كذلك المعلقة كبيرة الزعتار و ستحتاجو كذلك المعلقة كبيرة ديل بودرة التوم بالسبة للك السئلة التوم ستصلون بشكل ماداقرة attempt to نحتاج ثلاثة البيضات سوف نحتاج كذلك تقريبا 1 كيلو البقيق عندي هنا المعدنوس الطبيعي اللي شديدوا قرطوا ولكن نتوفر عندكم المجفف حتى وراك يجي اكثر من رائع عندي شوية الخميرة ديال الاجينة وعندي كذلك واحد تجوج مع الكبار ديال الزبدة بالنسبة للزبدة من الاحسان انكم تستعملوا زبدة حيوانية يعني الزبدة ديالة العبار اول حاجة قد نقضي العجين ديالنا بالنسبة للعجين كنت نقضي ثلاثة ديال البيضات سوف نضيف كذلك جوج حبات ديال الفرماج تقدروا تستعملوا الفرماج الأحمر سوف يجيكم رائع بزا يعني تقدروا تعودوا هذا الفرماج المتللت من فرماج الأحمر غير انا حاولت نقضي لكم وصفة لتكون اقتصادية وفي متناول الجامعة ديالك شيء باش ما استعملتوش ضفت واحدة المعلقة كبيرة اللي للملحات كما كتعرفوا انها تموم لحط عونك خاص يوم نقضي ملحات بزايد ضفت كاس كامل لليل الزيت النباتية ضفت جوج مع العرق كبار ديال الزبدة كما اذكرت في الجول من الاحسان ان يكون الزبدة نباتية ااا...عفوا نزلت تكون الزبدة حيوانية ماشي نباتية من الاحسان تكون الزبدة حيوانية لان الزبدة حيوانية تكون البنينة للزبدة النباتية معلقة صغيرة لاللبزار أو الفوف الأسود معلقة كبيرة جميلة الناس الذين لا يستطيعون أن يستطيعون العودة في البصل لا يستطيعون أن يستطيعون العودة سوف نخلط هذه المكونات كاملين حتى تخلطون البيض وباقي المكونات التي أذكرت معكم في هذه الساعة يعني ضروري أن هذه الزبدة تخلط الفرماج حتى يدوب بالنسبة للناس الذين يريدون أن يستعمل الفرماج حمار كما قلت لكم يجب أن يحكوه في الحكاكة التي تكون أرقيقة ويستعمل فرق يجيب منين ومنين ومنين بززافة من الذي يستعمل فيه الفرماج حمار بعد أن تخلطوا هذه المكونات سوف نضيف الدقيق مهم بالنسبة للدقيق سوف نضيف تقريبا الكمية كاملة وسوف نخلط ثم سوف نضيف بعض الماء أرى ما ذكرته في المقادر أرى ما يكون غير من الربيني لا يكون ماء دافي أرى ما يكون غير من الربيني نضيف بعض الماء كما قلت لكم ونكمل ونستمر العجين حتى التعجين لدي العجينة مزيان 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 ضروري خص التعجين أرى ما درتش خميرة الحلويات لاني درت الخميرة ديالة العجينة يعني خميرة ديالة الحلويات درت الخميرة ديالة العجينة درت تقريبا نوع واحد من معلقة صغيرة هنا هنا رأس المعلقة صغيرة اللي كان ديرو ما كان كترش بساف ديالة العجينة هذه العجينة من هناك أجنة رأى كتبه لبدا الشكل هذا أنا غان نقطع عليكم غير جوش ديال الأشكال الشكل اللي قدرت فيها المعدنوس مقطعه يكون احسن انه يكون معدنوس جديد ويكون مقطعه رقيق حاولوا انكم تكونوا تقطعوه رقيق اكثر ما اولا طحنوه من الاحسن انكم تطحنوه انا هنا قطعتوه شوية غلاد جاني تيهرب على العجينة ذاك الشال جكتلكم انا يقطعوه رقيق اولا دوزوه في المكينة طحنوه مزيان عاد تستعملوه بالنسبة للعجينة الثانية قدرتها حارة تكون شوية حارة قدرت فيها بابريكا بشطين المادا قولون في نفس الوقت قدرت المادا قدرت الحار يبقى اختياري تضيفه وكتنقصه قدما اضغيته يعني اذا كميات الحرورة تبقى اختيارية تضيفه وكتنقصه قدما اضغيته سوف نحاول ندمج الحار مع بابريكا في العجينة هذا هو الشكل لالجينة بعد ما نكونوا يعني دخلنا فيهم دوك المنكيهات اللي ضفنا لهم هنا سوف نقطعوه لالجينة هكال لي تكون هكا شوية قراري ارقا علاج باش نشكلوا عفوا ذوك الحرابل يعني سوف نشكلوا بحال شكل دي ساقاغ لكن سوف يكونوا طوال يعني داي باقات تقريبا داي باقات بحالكا هذين بقى نرقاق 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 يعني خاصة تكون ارقاقة علاج لأنها فيها الخميرة لالجينة يعني باقي غير ضعف الحجم ديالها شوية في الفران ذاك الشي باش غني قادي نرقاق نرقاق مزيد باش يجين الفقاس دياله الحجم دياله صغير ميجيني شعو تاني كبير بززاف هانتو ما سافي كان بقاقا دي كان نتفي ونجيب فيه بات الشكل هذا سافي حتى كي يولي انا فادل اثناء عديرة كان وجه طاوى طاوى كان فرش لها الورق ديال الفورن الناس ممتوفرش عندهم الورق ديال الفورن يدهنوا غير بشوي ديالزيت ويحطوا هاد لباقيت هادو ولكن من الاحسان انكم تستعملوا الورق ديال الفورن كينقش بخدمة هوا مش بحال الزيت باش كتنقص الكمية ديال الدهون ما كتكونش كتيرا ونستمر بالنفس الطريقة كما اكتت لكم ان نقطع لعجينه ديالتي حتملها لا بالنسبة لعجينات الي فيها لعن ME اكفér الفورن جو الورق ديالي يجري وغير يشري عشرة وما بتفوصص الفورن جيرا تقدروا تخلطوا مزيج ما بينتقلي فقماج كاملين ولكن يبقى هذا الفرماج الحمر مثلا او لدي الاعظام هو يبقى يعطي واحدة نكهة زوينة بالسافة للفقاس دينا نفس الطريقة كما قلت لكم بالنسبة للعجينة ديال هذا اللي درناها حارة تايب نفس الطريقة تنحر بلو العجينة تنستفهم في الطاوة الطاوة كما قلت لكم كنفرشوا لأورق ديال فورن او لكندهنوا بوحد الدهينة خفيفة كذيال الزيت سوف ندخلهم الفران فران الناس اللي عندهم الفران دير القازراء كي يشعلوا عافية تكون مهيلة من التحت الناس اللي عندهم الفران ديال بطوي سخنوا على ميتين وخمسين داراجة سوف يدخلوا الفقاس ديرهم يطيب ما نخليه شي يتحمر من فوق الا غير هكا يتشمع و نحسوا بأنه وقساح و سوف نخرجه بالنسبة للتقطاع نخليه حتى كي يبرد حتى نقطعه لأنه في الزبدة يلا قطعناه وصخون هذي ديت فرسط لكم سوف نخليه حتى كي يبرد حتى نقطعه هكا كي نخدو شي موسلي كي يكون حاد سوف نبدو نقطعه فيه هكا بالخاطر شوي باش ميتهرس لكم لأنه رافيه الزبدة الحاجة دائما منك تكون فيها الزبدة وكمياء شوية ديال الزيت تبدأت تهرس لذلك حاولوا مع غرب شوية حتى كي تهرسوه السمك ديالو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم هانتو مراني ستفتوه في الطواع وثاني غادي ندخلو الفرراني تحمر هوا منك يتحمر كيفاش كي يجارك يجي اكثر من رائع وبنين بنين بزاف صدقوني نتمنى لحلقات يمتنى اللي اعجاب ديالكم وتجربوه وإلى عجبتكم ما تنسوش تديرو الجامع الفيديو وشتركوه في القناة بكثرة باش دائما تنسوش بجديد الوصفات خليوا ليتعليقات ديالكم بحول وصفة ديال اليوم كنتمنى لكم امسية سعيدة الحلقة مقبلة بحول الله